أحمد خريفي بالرغم من كل الخسائر التي عاشتها الجزائر خلال جائحة كورونا خسائر مادية وخسائر بشرية كذلك إلا أن كورونا تعتبر نعمة حسب ما يقول الكثيرين هل الأمر كذلك؟ حقيقة حتى في ميدان الاقتراحات كانت نعمة لأننا كنا في إذا كانت نعمة لنافسنا، يجب أن نحصل على الحطب ويبدأنا في مددونه كما يتبعون أن تحصل إلى المددين ويجب أن نحصل إلى المددين وهذا كان يتم بحاجة إلى المددين والاستخدمة ويجب أن نشاركين ويجب أن نحصل إلى الوصف لأن الإسساس أخبرنا منك ونا نعرف كنت الإيران الإيران الذي يفيد سرسو في موضوع الاندوسترائي في الفطرة التي كانت تحت لومبارغو تحت لومبارغو يمكن أن نقول أن هذه الفطرة التي عاشتها الجزائر من خلال جائحة كورونا هي نعمة لكن في المقابل هل نحن كجزائريين لدينا ثقافة الإختراع؟ أكثر من هذا أنا أظن أن الجزائري في جيناته في جيناته نتورثها من تلكها نحن لدينا مثل المترجمات نحن لدينا هذا بالقاسم المترجمات 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 من الخلال وينما تكون يجب أن يكون على سبيل المترجمات تحتاج إلى الألقاء وقرأوا وتكونوا ورجعوا للبلاد بش يخدموها هذا يعني شيء يشرف ويبشر بالخير إن شاء الله للجزائر